من كoshi будемbed عن ممتين جداً على ص punched box وهو كلامه على صمو اليتو وكلامه على الاتحاد الكاميروني فقط كان هو هو بس ابن الازينة و splash عليه سر صمو اليتو ولا اي حاجة والindung اللا كان آله ومنبر عالمي و touch esse prés perch he would be a great master ينتشر وسهل جدا هو اوصل الناس كلها الناس كداب لا اكتر ولا اقل وبرضو اتكلم على صديقي واحنا لعبنا مع بعض في وصعب ان انا اتقبل التصريحات اللي قالها عني تجاه الكرة الافريقية وتجاه انا شخصية. صعب ان انا اتقبل اتهمته اللي هي بالعنصرية. جواد بالماري في التصريحات بتاعته قدر ان هو يدفع عن نفسه طريقة كبير جدا قدر ان هو يوصل صورة حقيقية عنه بالنسبة للاعلام العالمي والاعلام الغربي اللي كان واخد الكلام بتاعه اللي برضو كان تم تحريف التصريحات بتاعته حوالين بكاري جسامة وكان تم تحريف التصريحات عشان خطر. يتم مهاجب الداخل. ان الراجل ما جبش سيرة تصامو الانتو. فعلا الراجل تسرحاته بشأن بكاري جسامة تم تحرفها. حتى كمان التصريحات اللي تتكلم على ملف الجزار في فيفا وقال ان هو مش يتكلم على تفاصيل. برضو تم تحرفها وتقال ان احنا عندنا ملف تقيل وملف قوي. لكن الراجل ما قدش كده. راجل قالك ان احنا عندنا ملف وانا مش هتكلم ولا اخد في تفاصيل فيه. فللامان هي ان الراجل بيتم تحريف التصريحات بتاعته بطريقة مريبة جدا. في تصريحات بيتم تحريفها علشان خاطر المطالب الشعبويه هس اسمع الكلام ده فنحرف تصريحات جميع من الماضي. في مطالب تانية بان احنا هزين هجم بالماضي فلاسف الشريك بيتم تحريف التصريحات علشان خاطر يتم الهجوم على بالماضي. اتمنى بالماضي ان هو يعرف يوظف امكانياته صح اوي. يعرف يتكلم في تصريحات فرنسية مقابلة مع رمسي. ولما يتكلم في الفاف هنا يبقى يتكلم باللغة العربية علشان خاطر ما يتم تحريف التصريحات مرة تانية. اتمنى يكون وصلت كل التصريحات اللي لها جمال بالماضي. وتمنى كمان ان الناس يبتكلم على خطونة او ما اخطوناش. ان ده اعرف حاجة مهمة ان واحد من اسباب ان انا بتفرج على منتخب الجزائر. وبتابع منتخب الجزائر. مش ان انا جب مشاهدات ولا ان انا جب لك اتور الكلام الفاجدة. هو ان انا مواجبك جمال بالماضي في الملعب. مواجب افكار بالماضي في الملعب. فطبيعة جدا ان انا دور على بالماضي في التصريحات بداعته بيقول ايه? ومش بيقول ايه? وبرو تانية تلت ورابع من حقك تفرج على الفيديو. ومن حقك ما تفرجش على فيديو ومن حقك انك تقول اي حاجة الا انك تقول لحد تكلم فيها او ما تكلمش فيها. ما مش من حقك خالص اقولك تكلم فيها او ما تكلمش فيها. انا كلنا انا بقولولك بس توضيح مهم انا ليه بتكلم على مدرب منتخب الجزائر تاني وتلات ورابعة. فلا عجبك الفيديو بيعمل لك. ما عجبكش الفيديو افقى رأيك واحترم. والحمد لاننا نحاية الحق بعد الوقت افقى العربين.